قام جمعية الدبل حصن للثقافة والتراث والمسرح بمناسبة عام زايد وحياء لذكرى وفاة المغفور له بإذن الله شيخ زايد بن سلطان آل انهيان بتنظيم فعاليات الختام لمسابقة القرآن الكريم الدورة العاشرة التي انعقدت خلال الفترة من التاسع إلى التاسع عشر من رمضان بالمركز الثقافي بدبل حصن بعد صلاة التراويح وبإشراف لجنة تحكيم مرشحة من مؤسسة القرآن الكريم والسنة هذا وقد شارك في المسابقة مائة وعشرون متسابقا واجتملت المسابقة على جميع الفئات العمرية